موسيقى وضربة جزاء أسرت علينا هذا أمر طبيعي الشغط التاني نحن حاولنا نسكر الملعب تبعنا ونعتمد على الهلمات المرتدة وهذا أمر طبيعي أنه نحن نشتغل هذا الاسلوب الحمد لله رب العالمين حسنا نتوفق أنه نحن نظل فايزين في المباراة هو طبعا أكيد فوز معنوي نحن بالنسبة لأنه هذا الفوز بيهمنا كمان حتى نكون شوي بالمراكز الأولى يعني نحسنا نقول من ضمن الأربع الكبار وهذا الشي نحن اللي عم ندور عليه حاليا كل مباراة لمباراة كون أمور أفضل وهذا الشي اللي نحن رهمنا كنادي ومنقول نحن أنه الله يعطيه العافي للشباب اليوم ما أصروا كلهم كانوا رجال في أرض الملعب وحسنوا حتى الشوت التاني يظلوا أنه رغم النقص العددي اللي كان موجود أنه حسنوا يتعامل مع المباراة جيد الحمد لله منقول مبروك ثلاث نقاط لفرينا ولا جمهورنا أول شغلة أنا عايش مع اللعبين من بداية الموسم أنا لأنه مدير فني في النادي فأنا بعرف المفاصل اللابة كلها بالنادي وهذا الشي اللي أنا عطاني أرياحية طبعا اللعبين كمان بنفس الوقت أنه من مباراة لمباراة اكتسبوا خبرة أكتر لأنه بتعرف أنت لعبين بحاجة للمباراة فاشتغلنا على الحالة الجماعية للفري لأنه نحن في عنا لعبين مهاريين عم نوظف المهارة لصالح المجموع وهذا الشي اللي عم يخدمنا نحن في المباراة الحمد لله وأكيد هذا ما هو عمل نتيجة عمل فردية هذا فيه جهاز كامل عمال بيشتغل وهذا كمان بنحسب للعبين أنه اللعبين هني كمان بنفسوا كل التعليمات الحمد لله رب العالمين ما حدا أصر نهائيا بكل الناس اللي اشتغلت بالفري ومنقول هذا تعب لكل الناس اللي اشتغلت كوادير فنية بالنادي الحمد لله قدرنا ناخد ثلاث نقط نخلنا المباراة بشكل جيد كتير صار طرد صار شوي مشاكل بأرض الملعب قدرنا نطلع مننا الحمد لله وأخذنا ثلاث نقط نفذنا التعليمات على أكمل وجه فريد الاتحاد استثمر الهجمات كلهات والفرص استثمر الهجمات يعني مش شوط الأول على ما أعتقد جدوا أربع هجمات سجمنا طابتين وفيه كان راح يسجل بعد 2-0 كان راح يسجل طابة بس الحمد لله شارع المدافعين نحن غيرنا أسلوب اللعب فادنا الطرد بين نهاية شوط الأول غيرنا أسلوب اللعب لعبنا بمهاجمين بس الشوط الثاني على ثلاث مهاجمين حكينا اللعبين نوصل على أطراف من الطابات عرضية كسفنا من المنطقة الهجومية بس ما توفقنا بالتسجيل فعكس فريد الاتحاد فريد الاتحاد اجتوا أربع طابات سلما غيرستغل مننا طابتين وبالأخير أول ما أخيرا اللي ما بيسجل راح يقصر مبروك لفريد الاتحاد وهار لكنا فريقنا بالشوط الثاني زجين الكابتن في راس زجفيني كمهاجم ما عنده برأي خيار تاني برا حدد لك الأسباب الكابتن أيمن اشراق صلاح كمهاجم لأنه بالنهاية فريق الاتحاد سكر ملعب بعد ما اطرد من عنده لاعب صار أنت صعب توصل عليه من منطقة النص إجباري أنت هتلاعب على قرات عرضية صلاح بيفيدك بالقرات الراسية بقدام المرمى هو لاعب أكيد قائد وكبير لاعب قدام القول بسجل بالراس اشتغلنا على القرات العرضية سبحان الله ما توفقنا بالشغط الأول كنا شوي برا شوي لكننا قولين بعدين سجلنا فتنا شوي عجو اللعبة قدر الله ما شاء فعال إن شاء الله بسنين الجاية تيجي ناس تشيل هذا النادي حتى نحن ناخد بطولة بإذن الله ونفرح هذا الشعب وهذا الناس اللي ورانا هون بإذن الله